كشف سعادة وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل عن زيادة في إجمالي العمال الوطنية في القطاعين العام والخاص إذ بلغ عددهم أكثر من 152 ألف عام البحريني نهاية الربع الرابع للعام الماضي محققا بذلك زيادة سنوية مقارنة بنفس الفترة للعام قبل الماضي نسبتها 3.9% وقال حميدان بمناسبة اصدار هيئة تنظيم سوق العمل مؤشرات سوق العمل للربع الرابع من العام 2013 إن متوسط الأجور للبحرينيين حقق ارتفاعا خلال الفترة المذكورة بلغ 502 دينار بحريني بزيادة سنوية قدرها 2.2% مقارنة مع الربع نفسه من العام 2012 وكد حميدان أن مؤشرات الهيئة تكشف بوضوح انتابت سوق العمل الوطني لافتا إلى أن جميع الإحصائيات والأرقام الواردة لإصدار رخص العمل الجديدة والمجددة بالإضافة إلى طلبات الانتقال للعمالة الوافدة وارتفاع متوسط أجور المواطنين تؤكد بالشفافية أن هيئة تنظيم سوق العمل كمؤسسة تنفيذية رسمية حققت الأهداف العليا التي تتمثل في تنظيم سوق العمل ورفع أجور المواطنيين وتحسين جاذبية العامل البحريني ترجمة نانسي قنقر